السلام عليكم طلاب الباحث طلاب الصف الرابع اليوم يا ميس رح نأخذ الموارد الحية في البيئة وهي آخر وحدة في مادة العلوم ماذا نعني بكلمة الموارد الحية في البيئة؟ كلمة موارد تعني كل ما تستطيع الطبيعة أن توفره للإنسان للبقاء إذن كل شيء موجود حولنا في الطبيعة من أجل بقاء الإنسان وتكاثره هذا يعتبر مورد حي في البيئة طيب ما هي الموارد الحية؟ خلينا نتعرف مع بعض في البداية على الكائنات الحية التي تعيش في البيئة الإنسان والحيوان والنبات إذن ما هي الموارد التي تمكن الإنسان من البقاء والعيش؟ جميعنا نعلم أن الإنسان يحتاج حتى يعيش إلى ماء وهواء وغذاء إذن في عندي هون سؤال ماذا يحتاج الإنسان ليعيش؟ يحتاج إلى ماء وهواء وغذاء طيب بما أنه حكينا الموارد هو كل ما تستطيع البيئة أن توفره من أجل بقاء الإنسان فما هي الموارد الطبيعية المتاحة في البيئة ما هي الموارد الموجودة التي تمكننا من البقاء على قيد الحياة كل ما يساعد الإنسان على العيش ما هي الأشياء التي تساعد الإنسان على العيش أكيد النباتات والحيوانات النباتات والحيوانات إذن أول مورد طبيعي حي هو النباتات وثاني مورد طبيعي حي هو الحيوانات تمام؟ في الصورة ألف طالب مني أسمي نوع الكائنات الحي اللي موجودة عندي أنا شو شايف؟ شايف أشجار وشايف هنا قمح تمام؟ إذن هاي الصورة بتعبر عن إيش؟ بتعبر عن النباتات في السؤال الثاني كيف يستفيد الإنسان منها؟ كيف بنستفيد إحنا من هذا الشجر أو من هذا القمح أو من الشعير أو من هاي النباتات؟ كيف بنستفيد؟ بنحصل منها على الغذاء فقط بنحصل على الغذاء؟ ولا في أشياء ثانية ممكن نستفيد من النباتات فيها؟ طبعا أكيد في الصورة بام ما الذي تراه في الشكل؟ نرى قطع من الخشب طب، لماذا نستفيد بهذا الخشب؟ نصنع منه الورق، نصنع منه الكراسي، نصنع منه الطاولات وهي تعتبر أثاث تمام؟ إذن الذي نراه في الشكل باء خشب ماذا نستفيد من الخشب؟ نصنع منه ورق وكراسي وطاولات الأثاث تمام؟ إذن استفدنا شيء آخر من النباتات غير الغذاء؟ نعم استفدنا ودخلت عنا في الصناعة نقدرنا أنه نقطع الأخشاب ونجمعها ونصنع منها الورق والأثاث تمام؟ إذن هون بدنا نكتب مع بعض ونحدد تستخدم الموارد النباتية في مجالات مختلفة فالأخشاب مثلا تستخدم في صناعة الورق والأثاث وغيرها كثير تمام؟ إذن أول مورد حكينا عنه مين؟ النباتات هي أول مورد حي موجود في البيئة نيجي للصورة جيم في الصورة جيم ماذا نرى يا رابع؟ نرى مجموعة من الكائنات الحية تمام؟ شو نوع هاي الكائنات الحية؟ نوعها حيوانات تمام؟ شو بنستفيد من هاي الحيوانات؟ شو الحاجة منها؟ مثلا صوف الخروف نصنع منه ملابس في الشتاء من البقر نحصل على الألبان والأجبان الحصان يساعدنا في التنقل من مكان لآخر الحمار يساعدنا في نقل الأغراض من مكان إلى آخر تمام؟ إذن تعد بعض الموارد الحية الحيوانية مصدر غذاء للإنسان إذن المورد الحي الثاني في البيئة وطبيعي هو الحيوان تمام؟ هذه الاستخدامات اللي حكينا عنها نستفيد منها في النقل أو نستفيد من الصوف أو الريش أو الجلود تمام؟ طيب في الصورة دال وفي الصورة هام في موجود عندي محصول البطاطا ومعروف عنا في منطقة الديسي في الأردن عنا فائض كثير من البطاطا والبندورة والأغنام بنقدر إحنا الفائض عن حاجتنا إنه نصدره لدول أخرى هي بحاجته لكن إحنا في المقابل في أشياء ثانية بنحتاجها فبدنا نستوردها إذن في عندي إشي اسمه الصادرات والواردات الأردن تصدر إلى غيرها من البلدان البطاطا والبندورة والأغنام والأردن تستورد من غيرها من البلدان احتياجات أخرى تحتاجها حتى الإنسان يعيش ويقدر يتقدم له الخدمات وتلبي احتياجاته كيف بنستوردها هاي الحاجات؟ بنستوردها عن طريق الميناء التجاري في العقبة ميناء العقبة تمام؟ إذن كلياتنا مع بعض اعرفنا من درسنا اليوم إنه الموارد الحية في البيئة هي موارد طبيعية الطبيعة بتوفر ليها كالنباتات والحيوانات يعطيكم العافية ميس والواجب إن شاء الله ببعثي لكم إياه من خلال الخطة الأسبوعية لمربي يتصفكم